ألف حادث سقوط رفع التفريغ السلاع بمناء بجاي عصابة عاملين بجروح تم نقلهما من قبل أفراد الحماية المدنية إلى المستشفى الحادث كان ناجما عن اصطدام تسلسلي بين ثلاث بواخر أجنبية أثناء على مستوى قول مرفأ رقم 23-24-25 على التوالي بالقرب من مصنع سيفيتال الباخرة المتسببة في الحادث كانت تستعيد الخروج من المناء ونظر للخطأ في القيادة واندفاعها بقوة إلى الأمام لما أدى إلى اصطدام عنيف تسبب في سقوط الحاويات إلى جانب أحداث سقوط معتبرة في الباخرة الثانية والثالثة تفوق سبعة أمتال ويذكر أن الضحايا هذا الحادث الذي وقع على الساعة التاسعة وثلاثين دقيقة من ليلة البارحة يتعلق الأمر بعاملا جزائريا سائقا رافعة وعامل آخر وتم تطويق المكان الحادث من طرف عناصر الأمنة